اشتركوا في القناة رمضان وبعض العادات والتقاليد الموجودة في رمضان بالنسبة للعرب والمصر والعرب طبعا نتكلمنا عن فانوس رمضان الفيديو السابق نهاردة ان شاء الله نشارككم في فيديو ويتكلم عن أصل الكنافة والقطايف والحلويات وسبب ارتباطها برمضان فهنبدأ النهاردة ان شاء الله نتكلم عن أصل الكنافة والقطايف وسبب ارتباطها برمضان طبعا عندما يهل علينا إهلال شهر رمضان نجد ان لا يخلو بيت من البيوت العربية عمتا والمصرية بانه بعد الفطار لابد نحل بصانية كنافة وصانية جطايف اي حاجة من الحلويات الدهية وطبعا احنا مرتبطين بيها ارتباط جامد بشهر ايه؟ شهر رمضان طبعا هنتكلم عن النشأة ومتى ظهرت الكنافة ومتى ظهرت الجطايف ونتكلم عنها وايه ناخد فكرة عنها ان شاء الله طبعا نبدأ الأول هنعرف الكنافة والقطايف وسبب ارتباطهم في رمضان طبعا عمتا سبب ارتباط الحلويات برمضان يقول لك هو السبب ان هي ايه؟ الحلويات بتكون مليئة بالسكر والسم فهي بتعوض السكريات اللي فقطها الانسان في الصيام طوال اليوم وبالتالي هو محتاج ان هو يعوض الكمية السكريات وكمية الفقد اللي فقطها ده هيت فبيعوضها بطريق الحلويات وبين وبينكو هي طبعا محدش يقدر يقاومها كده وخاصة بتكون ايه معمولة كده بطريقة كويسة طبعا الكنافة تعتبر من اشهر الحلويات الشرقية وخاصة في شهر رمضان المبارك وحلويات بتعد الكنافة اولى اطباق الحلويات الرمضانية التي يبدأ فيها المصريون والعرب في عمله باكسر من طريقة وطعم فنجد الكنافة بالقشطة والكنافة بالمكسرات والكنافة الاسمانية والكنافة بالورد وطبعا اخر حاجة ايه كتكنافة بالبطاطا طبعا اشكال اشكال غريبة واشكال جميلة برضو بالنسبة للكنافة وطبعا المصريون والشاميون مبدعين او مبدعون في غاية الابداع في عمل الحلويات وعمل القطايا طبعا اشهر الاطعمة الرمضانية التي ارتبطت الارتباط والسج بشهر الايه الصوم طبعا نقول لانها تعاوض الجسم ما فقده من احتياجات اساسية اثناء الصيام من خلال سكريات وسمنة الكنافة فتؤكل على الافطار بينما القطايف تحتوي مواد مهضمة فتؤكل بعد الافطار لمصر والشام او لمصر وبلاد الشام تاريخ طويل يحكي عراقة الاصل في والشهرة في صناعة الكنافة والقطايا طبعا نشوف اصل الكنافة طبعا اول او في كذا رواية بالنسبة لاصل الكنافة بتقول ان اول اول من قدم له الكنافة هو معاوية ابن ابي سفيان حيث كان والينا على الشام كطعم للصحور لتمنع عنه الجوع فطبعا هو معاوية ابن ابي سفيان كان من النوع اللي بيحب الاكل فشعل بالجوع فشكى للطبيب بتاعه الجوع في رمضان فالطبيب اوصاله بعجينة الدجيج وعمل له حاجة اللي هي طبعا الكنافة ورواية تانية بتقول لك ان هي طبعا هي صنعة خصيصا لمعاوية ابن ابي ايه لمعاوية ابن ابي سفيان وهي والقطائف عشان تحمي او تمنع عنه ايه الجوع في نهار رمضان وبعض الرواب يذهبوا الى ان معاوية صنعها بنفسه يعني معاوية ابن ابي سفيان هو الذي صنع الكنافة بنفسه فاطلق عليها لقب كنافة معاوية طبعا الكنافة في غابة فترة كده يقول لك عليها ايه اكلة السلاطين واقبة الامراء يعني ما كانش الشعب او عامة الشعب يعرفوا عنها حاجة او كانوا بيستخدموها كانت هي لحد من اول معاوية ابن ابي سفيان لحد الفترة الدولة الدولة الفاطمية كانت يقول لك او يقول لك عليها يعني زينة زينة مائدة السلاطين والامراء ابن الكنافة من عصر معاوية لحد عصر الخلفاء الفاطميين كانت هي تعد زينة موائد الخلفاء والامراء ولم يكن يعرفها للشعب ولم تظهر لعمة الشعب الا في العصر الفاطمي الكنافة فرضت سيطرتها على الشعراء فجاء شعرهم لها وصفا واعجابا حتى ان بعض الشعراء العرب تفنن او نظموا فيها الشعر وتغنى بها شعراء بن امية في قصائدهم وطبعا يعني اكثر من شاعر برع في وصف الكنافة وعشقه للكنافة لدرجة ان البعض كان يصورها كما يصور المحبوبة او المعشوقة ويتكلم فيه الكنافة ووصف الكنافة انا جبت حاجة منها بس كده لابن الرومي ده شعر من الشعراء كان معروف بعشقه ونهمه دي الكنافة والقطايف وتغنى بهما في شعره بيقول انه كان يصر بها سرور ابن الاحنف بقرب حبيبته فوز فيقول في وصف الكنافة قطائف قد حشيت باللوزي والسكر المازية حشو الموزي تسبح في آزي دهن الجوزي سرورته لما وقعت في حوزي سرور عباز بقرب فوزي طبعا وصف دقيق ووصف زائد فيه الكنافة لانه كان عاشق الكنافة ومحب الكنافة ده بالنسبة للرواية بتاعت او الرواية اللي القصة بمعروف ابن ابن سفيان هناك رواية اخرى تذكر ان الكنافة صنعت لسليمان بن عبد الملك الاموي لهذا نجد ان اهل الشام بارعون في صنعها وطبعا اتخذت الكنافة مكانها بين انواع الحلوى اللي ابتدعها الفاطميون واصبحت بعد ذلك من العادات المرتبطة بشهر رمضان بالعصر الايوبي والمملوكي ثم اصبحت طعام لكل غني وفقير مما اكسبها طابعا شعبية يبقى الكنافة يعني ظهورها كشعبية او اخذت مكانتها كطابع شعبي بين العام وبين الاغنياء وبين الفقراء في العصر الفاطمي وطبعا ارتبطت بي رمضان ارتباط شديد ايه السر تذكر بعض روايات ان المصريين عرفوا الكنافة يقولك كده ان الشعب المصري كشعب عرف الكنافة قبل اهل بلاد الشام وذلك عند دخول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي عند دخوله القاهرة وكان ذلك في شهر رمضان فخرج الاهالي لاستقباله بعد الافطار وتصارعه في تقديم الهدايا له ومن بينها الكنافة تكريما له يبا الكنافة هي طعام او كانت زينة موائد الخلفاء والسلاطين والامراء من بداية عصر معاوي ابن ابن سفيان حتى عصر الدولة الفاطمية من عصر الدولة الفاطمية اخذت الطابع الشعبي في مصر ثم انتقلت من مصر عن طريق التجار الى بلاد الشعب طبعا هنا مقول ايه ان طبعا اللي ابتداءها ان المصريين خرجوا لي استقبال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي فما بالتكريم والترحبه كانوا بيقدموا له بعض الهدايا وكان منها الكنافة ثم انتقلت لبلاد الشام عن طريق التجار يبقى الناحية الشعبية او الكنافة كطابع شعبي اتنقلت من الشعب المصري الى اخوانا في بلاد الشام عن طريق التجار وهناك بقى ابدع صانع الحلويات بالشام في صنع انواع كثيرة منها فاضافوا لها الجبن يقولك كده الكنافة النابلسية تشتهر بها مدينة نابلس وطبعا اضافوا لها برضو الفستق وتفننوا في صناعاتها بطرق مختلف طبعا ربما يميل الكثير من الناس الى تصدق رواية الثانية اللي هي طبعا ان ظهور الكنافة بدأ في عصر الفاطمين نظرا لان الفاطمين كانوا اول من حولوا المناسبات الدينية الى مهرجنات واحتفالات يعني نجد في عصر الدولة الفاطمية نجد فنص رمضان نجد الكنافة والقطايف والحلويات نجد عرصة المولد والحلويات اللي هي الخاصة بالمولد النبو الشريف كل هذه الاشياء وكل هذه المهرجنات لم تظهر الا في العصر الفاطمي في البداية كانت الكنافة حكرا على الخلفاء والملوك والاسرياء نظرا لندراتها وغلاء سعرها يعني شيء بيعتبر غالي تكلفته غالية بالنسبة لعامة الشعب فكانت هي قاصرة في نشأتها او في بدايتها على الاغنياء والاسرياء زي ما قلنا كده تبدأ من عصر معاوية لحد عصر الخلفاء الدولة الفاطمية كانت هي كده يقولك عليه طعام الاغنياء او طعام الاسرياء طعام الملوك طعام السلاطين نظرا لندراتها وغلاء سعرها ثم اصبحت بعد ذلك من العادات المرتبطة بشهر رمضان خلال العصور التاريخية المختلفة باعتبارها طعاما لكل غني وكل ايه وكل فقير مما اكسبها وطابعها الشعبي ده رواية تانية بالنسبة للكنافة في رواية سالسة عن الكنافة بتقول ان خمراوية اللي حكم مصر بعد احمد بن طلون وكان وجوده خارج مصر كثيرا يعني كان كثير السفر خارج مصر واكثر من داخلها كان يرسل ابنته اسماء المعروفة بقطر الندى بدلا منه ولان صفرها الى مصر كان مستمرا انشأ لها احدى عشر استراحة على طول الطريق هي وحاشيتها وجلبت معها حلويات شامية منها الكنافة الست قطر الندى جلبت حلويات شامية منها الكنافة ده الرواية الرواية تالتة بالنسبة للكنافة الرواية الرابعة بتقول ان اصول الكنافة ده عصر الاطراق الذين حكموا نابلوس قبل مئات السنين وقد تطورت الكنافة الاسطنبولية في نابلوس فيما بعد وانتج منها اصناف كثيرة اشهرها الكنافة الناعمة التي تميزت بها نابلوس لجودة الجبنة النابلسية مما ادى لاشتهار اهل نابلوس بالكنافة ذات الجودة العالية والسبب في ذلك هو ان الجبنة الحلوة التي تعتبر روح الكنافة تحشي العجينة بالجبنة ويضاف اليها السمن والسكر والفستق الحلبي وشيئا فشيئا تطورت اشكال الكنافة فمنها الخشنة والناعمة والاصابع والاسطنبولية طبعا اشياء كثيرة فتلك الحلوة التي تسمى كنافة لها اثر عظيم احدثته بنفوس اهل مصر حيث قام شيخ الاسلام جلال الدين الاسيوطي بجامع ما قيل في الكنافة في رسالة سماها منهل اللطائف في الكنافة والقطايف يبدأ شيخ الاسلام جلال الدين الاسيوطي عمل لنا رسالة اسمها منهل اللطائف في الكنافة والقطايف طبعا اكيد بيمدح فيها الكنافة وبتكلم عنه الكنافة وعمل الكنافة وقد برع الكثيرون على مر العصور في صنع الكنافة ومنهم السيد أحمد الكنفاني كان رجلاً بديناً يبيع الكنافة عند المتولي ويلبس قفطاناً وعمة من غير جبة واشتهرت كنافته بالجودة واشتهرت أيضاً بأن لديه دواء يشفي الإجزيمة والقوبة وحدث أن كان خادماً لدى أحد الأطباء الكبار أصيب بالإجزيمة واشتد عليه المرض فوصف له العلاج فلم ينجح ولكن عجوزاً ذهبت لهذا الرجل وكان أنشفي المريض على يد كنفاني الذي قدم له العلاج طبعاً ديت شهرة الكنافة وبعد كده ابتدت تنتقل الكنافة وتكون مهنة لكثير من الناس وطبعاً هي موسم يعني يشتغل فيه كثير من الناس وكثير من الباعة من الباعة في هذا الشهر الكريم وسع الله علينا وعليهم أرزقهم وأعطاهم الصحة والعافية لهذا العمل لهذا العمل والكنافة سلاسة أنواع الأول يسمى شعر وذلك لخيوط الكنافة الرفيعة تماماً مثل الشعر وهو الأشهر لربات البيوت النوع الثاني كنافة يدوي وهي التي تعتمد على الطريقة التقليدية من خلال الوعاء زيء السقوب ويطلق عليها كنافة بلدي التي يقوم الإنسان بصنعها بيدي بالطريقة اليدوية النوع الثالث والذي تستخدم فيه الآله ويطلق عليه كنافة مكينة أو كنافة آله ومع تطور صناعة الحلوة أصبحت علماً يدرس في مختلف الجامعات يبقى الكنافة والحلويات وصناعة الحلوة أصبحت علماً يدرس في مختلف الجامعات ولا تزال الكنافة والقطايف من الأكلات المحببة لكثير من الشرقيين كده اتكلمنا عن الكنافة والروايات بتاعته قلنا فيه رواية بتقول إن أول من قدمة له الكنافة هو معاوية بن أبي سفيان وعشان أو بدايتها كانت يسمى كنافة معاوية الرواية تانية بتقول إن الكنافة قدمت للوليد بن عبد الملك رواية تالتة بتقول إن الكنافة دخلت مع الدولة الفاطمية ورواية تالتة أو رواية غيرها بتقول إن هي ظهرت في العصر التركي أو في الدولة العثمانية طبعاً يعني أرجح الأراء إن هي في العصر الفاطمي لأن احنا قلنا العصر الفاطمي تحولت فيه المناسبات الدينية إلى مهرجنات واحتفالات طبعاً أكيد كان الغرض من هي التقرب إلى الشعب والتوسع على الشعب في ذلك الوقت يعني قلنا في نصر رمضان عرصة المولد الحلويات بأنوحها ظهرت في العصر الفاطمي كعك العيد والبسكوت الغريبة الأشياء اللي هي الخاصة بالاحتفالات وخاصة بعيد الفطر كمان ظهرت مع عصر بني أمي نبدأ في القطايف أرجع المؤرخون أصل تسميتها إلى تشابه ملمسها مع ملمس قماش القطيفة يبقى سبب التسمية بتاعة القطايف أن هي جاية من الملمس الناعم وهو مع ملمس قماش القطيفة وقيل أنها أيضاً عندما قدمت إبان العصر المملوكي اتخذت هذا الاسم وذلك حين قدمت إبان ظهرت القطايف من بداية العصر المملوكي كانت تقدم كفطيرة محشوة كان الأمير من الأمراء يقدم لضيوف فطيرة محشوة ليقطفها الحاضرون فالضيوف ولقيت فطيرة القطف فلقبت فطيرة القطف يعني كان الأمير يصنع لضيوف فطيرة محشوة أو محشية بكافة أنواع المكسرات ليقطفها الضيوف فلقبت فطيرة القطف بعد كده تحول الاسم عن طريق دخول العمية فتحولت إلى من قطائف إلى قطايف باللغة العمية ويرى البعض أن القطايف أسبق اكتشافا من الكنافة حيث تعود يعني هي أسبق من الكنافة حيث تعود إلى واخر العهد الأموي وأول العباسي وفي روايات أخرى تقول أنها تعود إلى العصر الفاطمي ويقيل يرجع تاريخ صنعها إلى العهد المملوكي حيث كان يتنافس صنع الحلوى لتقديم ما هو أطيب فابتكر أحدهم فطيرة محشوة بالمكسرات وقدمها بشكل جميل مزينة في صحن كبير ليقطفها تقول الباحثة بمركز أطلس المأسورات الشعبية بمصر الدكتورة الشيماء الصعيدي لوكالة الأنباء الألمانية طبعا بتتكلم عن الحلويات وصنيع الحلويات بتقول أن صنيع الحلوى في الشام هم من اخترعوا وابتكروا الكنافة بجانب القطايف وقدموهما خصيصا لمعاوية ابن أبي سفيان حينما كان ولينا على الشام إذ يقالوا إن معاوية كان أول من صنع الكنافة من العرب حتى إن اسمها ارتبط به فقالوا كنافة معاوية وطبعا نحترم كل الأراء وطبعا نحن نقول أن نميل إلى الرأي الثاني اللي هو العصر الفاطمي إذن الكنافة ظهرت كزينة مواعد للأمراء والقلفاء والسلاطين من معاوية إلى الدولة الفاطمية ثم أخذت الطبع الشعبي من بداية الدولة الفاطمية ثم انتقلت من مصر إلى بلاد الشام وتفوق المصريون وتفوق أهل الشام في صناعة الحلويات لدرجة أنها جزء كبير في الاقتصاد القومي طبعا رغم سيطرة التكنولوجيا على عمل الكنافة إلا أن هناك عدد من الصناع مازال محتفظ بالطريقة القديمة لعمل الكنافة البلد نكتفل إن شاء الله بالكنافة والقطايف في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة سوف نتكلم عن باقي الحلويات أتمنى لكم صحور شهي وأتمنى لكم شهر كريم طيب مبارك وأتمنى لكم أن تستمتعون بجميع الحلويات لأن الصراحة هي الحلويات ذات قاوم وخاصة في شهر رمضان وسع الله علينا وعليكم وكل عام وأنتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة